اصدقائي المشاهدين اهلا وسهلا بكم في المحطة السادسة من خصائص الصوت الخصائص السادة من خصائص الصوت هي قوة الصوت وانا قوة الصوت هي قوة تحمله في الاداء على المدى القصير والمدى البعيد المدى القصير اثناء الاداء الواحد اثناء التلاوة اثناء محفل اثناء انشاء اي ان كان كنت بستخدم صوتي ايه والمدى البعيد اللي هو مع تقدم الثمن افضل طريقة انك تحافظ على صوتك اثناء الاداء انك تبدأ بالقرار ثم تتدرج الى منطقة الوسط ثم منطقة الجواب وتعود الى الوسط ثم جواب الجواب وتعود الى الوسط ثم تختم تفضل يفضل ان اغلب التلاوة تكون في منطقة الوسط مش في منطقة الجواب ومش في منطقة جواب الجواب الزعي الكتير هيضرك مهما ان كان صوتك قوي ده اللي هيأثر على المدى البعيد هيخلي صوتك يعجز بسرعة ويشيخ بسرعة لان الاحبال الصوتية بتلتحب وبتتهتك بسهولة هي احبال رقيقة جدا بتتأذي بسهولة لو انت استخدمتها خطأ فرفقا بها وعملها كويس علشان هي كمان تشيلك متجيش تبدأ مثلا تلاوة تقول اعوض بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طب لما تجي تجيب جواب هتجيب من ايه؟ تبدأ بالقرار معتدل لا هو واطي قوي ولا هو عليهم اعوض بالله من الشيطان الرجيم يكون يفضل يكون الصوت اللي انت بتتكلم به اعوض بالله من الشيطان الرجيم خارج من هنا بسم الله الرحمن الرحيم وتبدأ تستخم صوتك في القرار ازاي اقوي صوتي؟ طب ما تحاول انك ما تضعفوش يعني استخدم مسلوب النفي حاول ما تهلكش صوتك هو يبقى قوي يعني انا راجل لوقتي الصوتي كويس قوي في مرحلة القرار في مكان القرار والوسط والجواب ارح اقول جواب جواب ليه؟ ما خليني في المعقول خليني في اللي انا حاببا اللي منيزني اقول جواب جواب وارجع تاني بلاشا تانيمي متعلق فوق علشان ده اللي بيأثر على الصوت في المستوى في المدى القريب اللي بيأثر على الصوت في المدى البعيد تقدم العمر التدخين الأسلوب الخطئ في التلاوة يعني لو انت بتبدأ الجوابات عالية وكده الزعيد كتير التعرض الكتير للهوى البارد مثلا زي التكيف ده كله حاجات تتأثر من عمر الصوت قوة الصوت من قوة الجسم فلازم يكون بنيتك قوية وتلعب رياضة اكلك مظبوط نومك مظبوط واكد على حكاية النوم ثم النوم ثم النوم ده اللي بيحافظ على الصوت وبكده احنا خلصنا خصائص الصوت تعرفها وازاي نقويها تابعونا في الحلقات الجاية ان شاء الله لا تقل اهمية عن السلسلة دي احنا لسا السلسلة دي ما خلصتش مكملين معاكم في ازاي اقوي صوتي وحسن صوتي وخلي صوتي متطور واوصل به للمكان اللي انا عايزه ان شاء الله لايك كومنت شير سبسكرايب واضغط على علامة الجرس ابعت الصفحة للحبيبك وصحابك واهلك وكل الناس اللي عندك ساعدنا في نشرها بلاش تاخد العلم لك لوحدك ولكن خص به اللي انت ما تحبه من صحابك ولو في اي سؤال او استفسار تحت امر حضراتكم احب اناوه ان في سلاسل تانية غير دي موجودة موجود سلسلة تعليم المقامات الاساسية كاملة موجود سلسلة تدريبات الفوكاليز موجود الازان بالمقامات التمانية موجود قراءة القرآن بالمرتل لكل مقام وموجود لكل مقام مرضو فتابعوا في صفحتنا هتلاقي فيها قوائم تشغيل مليانة بالمعلومات الاساسية اللي هتفيد كل حد بيستخدم صوته ان شاء الله شكرا لكم وتحياتي الى ان نلتقي كان معكم احمد شافيه